قعد سامر الجبل فسعد عندما وصل لقمته في الجملة السابقة كلمتان بينهما اختلاف واحد في النطق فما هو حل هذا اللغز؟ ما هما الكلمتان؟ لنرى بعض الأواصل ابقوا معي أهلا وسهلا بكم في المحطة الثانية نحو أرض العربية كيف حالكم يا أطال؟ هل أنتم مستعدون لحل ذلك اللغز؟ أولا استمعوا جيدا لهذه الحرفين الحرف الأول الس الحرف الثاني الس إذن الحرف الأول الس الحرف الثاني الس حرفين ساكنين سأعيدهم مرة أخيرة الحرف الساكن الأول الس الحرف الساكن الثاني الس سؤالي لكم هل هما مختلفين أم متشابهين؟ متشابهين؟ لنستمع مرة أخرى الحرف الأول الس الحرف الثاني الس الصوت الأول هو الس هذا صوت حرف السين يلفظ مع الحركات القصيرة هكذا مع الفتحة س مع الضمة سو مع الكسرة سي إذن سا سو سي مع الفتحة سا مع الضمة سو مع الكسرة سي ويلفظ مع المدود الطويلة هكذا سا سو سي سا سو سي أعيدوا معي سا سو سي استمعوا مرة أخرى الس الس هل هما متشابهين أم مختلفين؟ ما رأيكم الآن؟ أحسنتم إنهما مختلفين الصوت الأول هو صوت حرف السين الس والصوت الثاني هو صوت حرف الصاد الس يلفظ حرف الصاد مع الحركات القصيرة هكذا س س س مع الفتحة س مع الضمة سو مع الكسرة س س س س ويلفظ مع المدود الطويلة هكذا س س س س س أعيدوا معي س س س س مرة أخيرة س س س س لنتمرن قليلا استمعوا جيدا للكلمات التالية واختاروا الحرف الذي سمعتموه هل هو حرف الصين أم الصاد س 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 أجيب بحسب رقم الكلمة شاركوا إجاباتكم في التعليقات لنرى من هو ملك أرض العربية الآن حان في اللحظة التي انتظرتموها إنه وقت حل اللغز صعد سامر الجبل فسعد عندما وصل لقمته في الجملة كلمتان بينهما اختلاف واحد في النطق فما هما فكروا معي أحسنتم يا أبطال الكلمتان هما صعدة وسعادة والاختلاف بينهما هو حرف الصاد وحرف السين فكلمة صعدة تبدأ بحرف الصاد أما كلمة سعدة تبدأ بحرف السين هذا كل شيء أرجو أنكم استفدتم ألقاكم في رحلة جديدة يا أصدقاء إلى اللقاء